بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة لماذا يبتلين الله سبحانه وتعالى بهذه المآسي التي نجدها اليوم هناك مشاكل اقتصادية يتعرض لها الكثير من الناس هناك أمراض كثيرة يعني فيروس كورونا مثلا أحدث رعبا ومشاكل ونقص مادة بالنسبة لكثير من الناس بعض الأمراض التي فشلت طب الحديث في علاجها السرطان وغير ذلك أيضا تحدث اكتئاب ومشاكل وقلق وخوف بالنسبة لكثير من الناس السؤال بعض الناس أحيانا تجده يعبد الله على حرف فإذا ما أصابته ضراء أو أصابه مكروه انقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة الحقيقة أيها الأحبة أنا أحببت من خلال هذا الفيديو أن أزف لكم بشرى من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والله أيها الأحبة هذا الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام يريد لنا الخير يريد لنا السعادة في هذه الدنيا يريد لنا الطمأنينة أنا لدي حديث هنا أيها الأحبة حقيقة من الأحاديث التي يعني أنا أتأثر بها قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل أنت الله يحبك كتب لك منزلة عالية في الجنة لا يوجد أي عمل يمكن أن تبلغ به هذه المنزلة يعني لو أنفقت المليارات وصليت ليلة نهارا وتصدقت وفعلت كل شيء لن تبلغ هذه المنزلة بأي عمل كان ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما يزال الله يبتليه بما يكره ركزوا على هذه العبارة فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها هذا الحديث موجود في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله أيها الأحبة والله إن هذا الحديث يجعلك مطمئن القلب يجعلك يعني لا تكره المرض ولا تكره الجوع ولا تكره الضيق المادة الذي تتعرض له ماذا تكره أيها الإنسان كل إنسان يكره المرض يكره قلة المال يكره حاجة الناس أو احتياجه للناس يكره الظلم الذي يقع عليه يكره استخفاف الناس به يكره المعاملة السيئة من قبل مثلا زوجته أو أبنائه أو أهله أو أقاربه أو جيرانه أو زملائه في العمل أو غير ذلك هذه الأشياء التي تكرهها يبتليك الله بها لأنه يحبك وليس لأنه يكرهك ما الفائدة أن يعطيك الله المال في الدنيا لتطغى وتنشغل عن ذكره ثم يوم القيامة تكون في نار جهنم والعياذ بالله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم إذن أيها الأحبة من يتعرض لهذا البلاء هو الأكثر محبة عند الله سبحانه وتعالى ولكن انتبهوا هل تصبر أم تلحد هل تشكر الله سبحانه وتعالى أم تتذمر وتشكر الله لعباد الله عندما يسألك أحد كيف حالك تبدأ بالشكوى كأنك تشكر الله لعبادي احذر من هذا الموضوع ينبغي أن تقول ليلا نهارا الحمد لله أن تكثر من العمل الصالح في حالة ضيق الرزق والخوف والظلم الذي يمكن أن تتعرض له والمرض والشر الذي قد يصيبك ينبغي أن يكون هذا العمل فرصة لتتقرب أكثر من الله لتكثر من الدعاء يعني الله عز وجل عندما يريد أن يأتي بعبد من عباده ويقربه إليه هل يعطيه الأموال سينشغل عنه هل يغدق عليه العقارات مثلا أو يعطيه السلطة أو يعطيه الأراضي أو يعطيه النساء مثلا سينشغل عن الله سبحانه وتعالى لأن الدنيا تشغله إذا أحب الله عبدا ابتلاه بمرض يكرهه فيبدأ هذا العبد على الفور يبتعد عن الدنيا يبتعد عن ملذات الدنيا يبتعد عن الناس ويبدأ بالتقرب من الله عز وجل ويبدأ بالدعاء لهذا الإله العظيم يبدأ بدعوة هذا الإله أن يكشف عنه الضر هل يوجد نبي من أنبياء الله لم يبتليه الله عز وجل يعني أنظروا إلى بلاء سيدنا نوح الذي استهزأ به قومه ووصفوه بأنه مجنون وقالوا مجنون وازدجر وسخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون وهددوه أيضا وحتى ابنه كان كافرا ابتلي أيضا بابنه كان كافرا وكان مع الذين كفروا وابتلي بزوجة كافرة أيضا أو امرأة كافرة كانت عنده انظروا إلى كل هذا البلاء ولكنه صبر فأنجاه الله من الظالمين وأنجاه من الطوفان ورفعه عنده إلى مراتب عليا لا يصلها إنسان عادي إلا إذا عمل أو صبر بهذا الشكل سيدنا أيوب كم صبر وعلى الرغم من ذلك كان يقول رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب يشكو إلى الله أن الشيطان مسه بنصب وعذاب فأثر على عبادته وذكره لله لم يحمل هم المرض ولكن حمل هم ذكر الله والتقرب من الله سبحانه وتعالى سيدنا يعني خذوا كل الأنبياء وعلى رأسهم النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كم استهزئ به كم اتهموه بالسحر والجنون وكذا 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 وآذوه كثيرا تعرض لأذى كبير أيها الأحبة على الرغم من ذلك صبر حتى أبلغه الله مرتب عليا لا ينبغي لبشر أن يبلغه وهي الوسيلة لذلك أيها الأحبة البلاء والمآسي هي محبة من الله بك أو محبة لله لك هذا الإله العظيم إذا أراد خيرا بعبد ابتلاه والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكد كثيرا أحاديث كثيرة يؤكد أن المؤمنين والصالحين والأنبياء هم أشد الناس بلاءا ثم الأمثل فالأمثل إذن أيها الأحبة خلاصة هذه الحلقة أننا ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى على كل حال أولا ونتقرب من الله ونكثر من ذكر الله ونكثر من العبادة من قيام الليل من الاستماع للقرآن من الخشوع أمام هذه الآيات العظيمة نكثر من الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى التذلل بين يدي الله الخضوع لله البكاء بين يدي الله عز وجل الاستغاثة بهذا الخالق العظيم هذا هو الذي سيرفعك إلى المنزل العالي التي كتبها الله لك لا تبلغها بعمل إلا أن يبتليك الله بشيء تكرهه وبالتالي أيها الأحبة هذا البلاء يتحول إلى سعادة انظروا إلى عظمة الإسلام كيف يحول البلاء والمرض والخوف والظلم وغير ذلك يحوله إلى سعادة وطمأنينة لا يمكن لأحد أن يجد لذتها وحلاوتها إلا أن يعتقد بأن الله يحبه وأن الله ابتلاه ليقربه إليه وابتلاه ليبلغه منزلة عالية في الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفردوسة الأعلى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته